سباق مع الزمن يخوضه فريق فني تابع لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة من أجل إنقاذ مخزون من المساعدات الغذائية في مدينة الحديدة قبل تلافها أكثر من خمسين ألف طن من القمح في صوامع مجمع مطاحن البحر الأحمر شرقية الحديدة نجح الفريق الفني في الوصول إليها بعد ثمانية أشهر من عرقلة ميليشيات الحوثي لانقلابية متحدث باسم برنامج الأغذية العالمية وضح أن مهمة الفريق الفني قد تستغرق أسابيع وتتمثل في تنظيف المعدات والصيانتها وتجفيف القمح استعداداً لطحنه ثم توزيعه على المناطق الأكثر احتياجة رحلة الفريق الفني المكون من 23 شخصاً رفقة قوات أمن حكومية استغرقت يومين من عدن إلى الحديدة رحلة اضطرت الأمم المتحدة للدفع بفريقها لاجديازها عبر مناطق السيطرة الشرعية بعد أن تعذر عليها إقناع الانقلابيين بسماح لها بالوصول إلى المطاحن عبر طريق لا يتعد طوله خمسة كيلومترات برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة كان حذر أكثر من مرة من أن عدم الوصول إلى هذه المطاحن قد يؤدي إلى تلف مخزون الدقيق بداخلها خبراء من الأمم المتحدة نجحوا في الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر فترة وجيزة لأول مرة في فبراير الماضي كانوا رجحوا أن نحو 70% من كمية القمح يمكن إنقاذها لكن هذا التقييم تراجع الآن حيث يؤكد برنامج الغذاء العالمي أن إنتاج الطحين سيكون أقل من المعتاد بسبب تفشي السوس في القمح